هل يؤذي الجن الشخص الذي يعمل حجامة؟ لكن أنا سأأخذ السؤال إلى مسار آخر اللي هو هل ثبت الشيء في نفع الحجامة فيما يتعلق بالمس والسحر؟ لا أعرف شيئا من ذلك وإنما ما ذكر من فوائدها من أطباء العرب القدامى وكذلك الأطباء المعاصرين هي نوع مثل التبرع بالدم وله تأثير وله منافع بإذن الله عز وجل لا سيما إذا تولى خبير بالجراحة حتى لا يؤذي حتى لا يكون هناك مضاعفات لهذا العمل أما الجن فلا أعرف أنه قد ورد فيهم شيء أبدا والحقيقة هالجن حق وجزء من الإيمان بما جاء في هذا الدين ولكن كثرة كلام الناس حولهم والمبالغة في هذا هذا أمر غير حسن هذا يؤدي إلى إشاعة جول الرعب والخوف والقلق والاكتئاب كل شيء يذكر فيه الجن وربما تذكر فيه العين وربما يذكر فيه السحر وغير ذلك نعم كلها حق ولكن إذا قرأ الإنسان أوراده وأذكاره وتحصن بحصن الله عز وجل المنيع فإنه لا يظل يذكر هذه الأشياء فإن كثرة تكرارها يسبب للتأثير على نفسه والتأثير على السامعين وإنما يوجههم إلى التحصين وإلى ذكر الله الدائم وذكر الله طرفه النهار وذكر الله عند دخول المنازل وخروج منها وفي كل الأحوال التي ورد فيها ذكر مطلق أو مقيد اشتركوا في القناة